تبع رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي الموقف التنفيدي للأعمال بالتجمع العمراني الجديد بجزيرة الوراقة وخلال الاجتماع شدد مدبولي على ضرورة الالتزام بالبرامج الزمنية المقررة لتنفيذ أعمال الإخلاء للمنازل والأراضي بمخطط التطوير واستمرار صرف التعوضات للمستحقين وكذلك مواصلة مشروعات التطوير المستهدفة لإحداث نقلة نوعية بالخدمة في الجزيرة مع تصدي بحسم لأية محاولات للبناء المخالف بالجزيرة ومنع عودة المظاهر العشوائية